وفيما يتعلق بالنموذج التنموي نحن حزب منذ المؤتمر التامي اي اكثر من عقد من الزمان اعتبرنا في الاتحاد الاشتراكي ان النموذج التنموي الذي انطلق مع العهد الجديد وحكومة تناوب دي العبد الرحمن اليوسفي اي سنة التمانية وتسعين قد استنفذ اغراضه وانه لا بد من البحث في نموذج تنموي جديد وصدر بياننا في المؤتمر التاسع واكدنا على هذا الامر بان البلاد محتاجة لتنمي مجهود ولمشروع تنموي جديد وسرنا جدا ان جلالة الملك الذي ينصط لمختلف الفرقاء في المجتمع اكد على ذلك في خطاب ملكي امام البرمان ولذلك كنا لامكان الحزب الاول الذي انخرط في التجاوب مع البوبادرة الملكي وان كليل قل لكم لن اخفي سرا اذا قلت لكم انه في الاجال التي قررت من اجل وضع المذكرات لم نكن الا اربعة احزاب وضعت مذكراتها فيما يتعلق بالنموذج التنموي لدى الديوان الملك انتظرنا الى ان تأسست هاد الجنادي النموذج التنموي لان مذكرتنا مادم مرفوعة الى جلالة الملك كان من واجب التحفظ ان لا نعمل على انشرها لذلك مضى كتر من سنة الى ان تشكلت هذه الجناة واستقبلنا من طرف رئيسي السيد شاكيب بن موسى الذي سيكون ضيفا وهي فكرة جيدة على عليكم سعادة السفراء المفيد ان نستفيد من تجاربكم ومن تجارب دولكم ان نستفيد هذه الجناة احنا باختصار كبير مشروع النموذج التنموي لدينا يرتكز على خمسة مرتكزات المرتكز الاول مؤسساتي يعني اذا لم نقم باصلاح حقيقي سياسي في بلادنا لا يمكن ان نتحدث عن نموذج التنموي الجديد وفي هذا الاصلاح السياسي نستعرض ما يجب القيام به في هذا الاطلاع المرتكز التاني هو مرتكز اجتماعي احنا من بعد تشخيص تنقلوا بلادنا دارت مجهودات كبرى فيما فيما يتعلق بالتغير الاقتصاد وفيما يتعلق بالاوراش الكبرى التي فتحت سواء في الشمال ميناء المتوسطي المستشفيات الجامعية الجامعات يعني بودلة مجهود كبير فيما يتعلق لكن هذا المجهود مع كامل الاسف لم يمس كل المغاربة وبالتالي ضلت فئات اجتماعية خاصة في الهوامش وفي الجبال وفي مناطق في المغرب ضلت فقيرة جدا ولذلك يطرح من بعد ما تبدل هذا المجهود في هذا العشرين سنة الماضية من عهدي محمد السادس ومن عهدي الديمقراطية الناشئة الاقتصادي يطرح اليوم ان نبدل مجهودا اجتماعيا في هذا العشرية القادمة يعني مشروع التنموي الجديد لابد ان يلتفت الى ما هو اجتماعي وان يضحي المجتمع من اجل التخفيض من نسبة الامية ومن اجل تقوية التمدروس ومن اجل الصحة لجميع فهذا الاطار عندنا الضعف خطير فيما يتعلق بالتغطية الصحية رغم كل المطالبات المتعددة بما فيها مطالبة جلالة الملك لرؤساء الحكومات في كل الخطب بضرورة بدل مجهود من اجل التغطية الساحة المرتكز التاني هو ما سميناه المرتكز الاقتصادي وهنا ببساطة هنا ببساطة الاجراءات التي اعلن عنها مؤخرا في البريد تعتبرها منطلق لما يجب ان يعرف الجانب الاقتصادي شميه هذه الاجراءات اولا فيما يتعلق بالارض توزيع الاراضي السلالية سيجعل المحرومين في البادية يمتلكون اراضي انتلاك الارض لوحده لن يطور من هذه الفئة التي لا تملك شيئا كان لابد للبحث لها على التمويل ولذلك جاء هذا الاجراء الاخير دل التمويل وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة جاء اجراءا مكمل ما يتم في الفلاحة والبادية واللي غادي ادي في العشرية القادمة اذا طبق بشكل جيد ونفد بشكل جيد الى خلق طبقة جديدة في البادية المغربية لها الارض ولها امكانية استغلالها الى جانب ما يتم في البادية نحن في انتحاد اشتراكي نطرح ضرورة دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة ودعم المشاريع الاستثمارية المشغلة لليد العاملة بشكل اكتر لاننا عندنا مشاريع في المغرب استثمارية في اطار التنويل العمومي تنفق عليها الملايير ولكنها لا تشغل الا كمشة قليلة نحن ندعو ان باش نطبي وتشغيل ندعو في ميدان تشغيل ان هذه المشاريع يجب ان تتوجه للتي يمكن ان تشغلها كذلك ظهر في العالم اليوم واحد الجانب دي العمل مع المجتمع التطور را هو مثلا دولة بحل المانيا وأتكلم وتحت رقابة السطرة المشغل الاول في دولة بحل المانيا هو المتطوعين الذين يشتغلون مع المجتمع المدني هذه السنة ستمائة ألف نحن عاد بدأت هذه الإرهاصات دعم العمل من خلال هذه الجمعيات دي المجتمع هذا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي هناك المرتكز الآخر المرتكز الرابع والمرتكز التقافي ثم المرتكز الأخير المرتكز المجتمعي وفي المرتكز المجتمعي تعتبر أن النموذج الموت لما اترحش قضايا المرأة والمساواة التامة بين المرأة والرجل تأكدوا أن تولت الطاقات اليوم معطلة وتأكدوا أن نقطة أساسية في التنمية مربحين هاش كان يمكن نضيف نقطة إضافية في التنمية لو مكنت المرأة من كافة حقوقها اليوم المرأة لا نفس الشيء بالنسبة للشباب وكل نموذج تنموي لا يتوجه الشباب ما يمكن له الشباب حتى نستقطبه حتى يجب أن يعيش عصرها معناه لابد أن نذهب بعيدا فيما يتعلق بالحريات الفردية حتى لا ننفر الشباب هذه الهجرة رأى الهجرة مش فقط للذين يبحثون عن الشور هناك من يهاجر من أطرنا مهندسين وأطر كفاء وعندها أجور جيدة وكذا بحثا عن الحرية عن الكرامة عن هذه القضايا أعتقد هذه القضايا لابد للجنة النموذج تنموي التي ستلتقون برئيسها لابد كذلك أن تجيبها عليها